في فيديو اليوم سأشارك معكم أفضل موقع مجاني تماما يمكنك عن طريق عزل الضوضاء عن الصوت المسجل فمثلا ده صوتي قبل وبعد إزالة الضوضاء فاجربة تسجيل الصوت مع وجود ضوضاء ونيز شديدة في الخلفية وأيضا يمكنك عن طريق عزل الموسيقى عن الصوت يعني لو عندك أي غنية على اليوتيوب أو مسجلة على جهازك تقدر بدون برامج من على الكمبيوتر أو موبايل تفصل صوت مغني عن الموسيقى وهذه الخاصية مفيدة جدا إذا كنت تريد إنشاء نسخة كاريوكي أو تعديل الموسيقى في الأغنية أو تريد استنساخ صوت مغني في الأغنية قبل بداية الفيديو بفكركم بالدعم بالاشتراك واللايك والشير لأن ده بيسعيدني لتطوير المحتوى باستمرار للأفضل يلا بينا نبدأ الفيديو موقع الرائع اللي بنتكلم عليه النهاردة اسمه Ease Us Vocal Remover ممكن عن طريق عزل الضوضاء عن الصوت المسجل أو فصل الصوت عن الأغنية بغرض استنساخ الأصوات الموقع مثله إنه هو مجاني تماما وسهل الاستخدام وينتج جودة عالية في الصوت وأيضا يدعم العديد من أنواع الملفات الصوتية الموقع بالإضافة لإنه هو مجاني فهو لا يحتاج حتى لعمل اشتراك ممكن يقبل منك كل أنواع الملفات اللي انت شايفها قدامك دي حد أقصى لزمن الملف الصوتي 20 دقيقة وبحد أقصى لحجم الملف 350 ميجا ده طبعا في المرة الوحدة ولكن لا يوجد لد أقصى لعدد مرات الاستخدام الموقع فيه ميزة رائعة ناس كتير مش عارفاها وهي عزل الضوضاء عن الصوت المسجل فلو ضغطنا هنا لنجد كل الاختيارات المتاحة في عزل الصوت زي مثلا فصل الصوت عن الأغنية أو فصل صوت المغني عن الأغنية ممكن كمان أفصل آلات موسيقية معينة زي صوت الطابلة أو صوت البيانو عن اللحن ودي حنشوفها بعد شوية وإن أحد المميزات الرائعة هي فصل النويز أو الضوضاء عن الصوت المسجل فلو ضغطت هنا وبعدين قلت له choose file اشترت مثلا ملف صوتي مسجل عندي بيحتوي على الضوضاء أو نويز دعوني أسمعكم كده صوت الملف الأول قبل إزالة الضوضاء تجربة تسجيل الصوت مع وجود دوضاء ونويز شديدة في الخلفية تجربة تسجيل الصوت مع وجود دوضاء ونويز شديدة في الخلفية بقى طبعا صوت أنا مسجله بالميكروفون أو المايك بتاع اللابتوب علشان كده طالع فيه صوت المروحة باين وصوت دوشة كتير في الخلفية لكن تعالوا بقى نشوفوا الموقع ده ممكن يعمل لنا إيه في تحسين جودة الصوت وإزالة هذه الضوضاء ده الصوت الأصلي اللي أنا استخدمته اللي أنتو سمعتوه وده صوت النويز الوحدها مفصولة وده الصوت النهائي بعد إزالة الضوضاء تجربة تسجيل الصوت مع وجود دوضاء ونويز شديدة في الخلفية تجربة تسجيل الصوت مع وجود دوضاء ونويز شديدة في الخلفية طبعا نتيجة جيدة جدا مع الأخذ في الاعتبار أننا الصوت ده مسجله بالميكروفون بتاع اللابتوب وهو موكروفون جودته سيئة جدا بين طبعا نحن ننزل الصوت هندوس على الزرار ده وللحصول على نتائج جيدة في هذه الخاصية يفضل استخدام ملف صوتي بصيغة ويف طبعا مش ضرورة لكن يفضل وايضا يفضل يكون فيه جزء واضح من النويز اللي في الخلفية في بداية الملف الصوتي ونهاية الملف الصوتي لأن هي دي جزئية اللي هو بيتعرف عليها بالزكاء الاصطناعي ويحاول يشيلها يعني لو بصيته كده على الملف حتى لو فيه جزء اهو ده الجزء الاول فيه ضوضاء والجزء التاني الاخير فيه ضوضاء فده بيساعد ان هو يقدر يعزل الجزء ده بالزكاء الاصطناعي ويطلع صوتك في النهاية نقي نحض ايضا مميزات الرائعة لهذا الموقع وهي ميزة فصل صوت مغني عن الاغنية وذلك بغرض عمل اغنية كريوكي او لو كنت انت عايز تستنسخ صوت مغني بالزكاء الاصطناعي لو عايز تعرف تعمل كده ازاي ممكن تراجع اي فيديو من الفيديوهات اللي ظهرها قدامك على الشاشة فلو هستخدم هذا الموقع لفصل الصوت مغني عن الاغنية هدوس هنا وبعدين اختار vocal and music ممكن تختار ملف من على جهازك او اغنية موجودة على اليوتيوب ولو اخترت اغنية على اليوتيوب يجب ان لا يزيد وقت هذه الاغنية عن عشرين دقيقة انا اختار ملف من على جهازي هقول له choose file ثم اختار اغنية مثلا دي اغنية لمتحة صالح النور ما كانوا في القلوب open بيبتدي ان هو هي upload الفايل وبعدين يفصل الصوت عن اللحن بعدما بيخلص بيديني الاغنية الاساسية وده صوت موسيقى لوحده وده صوت مغني لوحده بدون الموسيقى دي الاغنية الاصلية ده صوت متحة صالح بدون اللحن النور ما كانوا في القلوب احضن خيوط شمس الغروب يتكون قدي الحياة تعيش وحيد وسط الدروب طبعا جودة رائعة جدا وده احد اسباب اختياري دايما لهذا الموقع لانه هو في ميزة فصل الصوت عن اللحن دايما بيعطيني نتايج جيدة جدا طبعا لو عايز انزل اللحن الواحده بضغط هنا لو عايز انزل صوت مغني الواحده بضغط هنا عيدا نفس الكلام اقدر اعمله في نفس اغنية مدحة صالح ولكن بدل ما حشيل صوته مغني افصل صوت البيانو فقط ممكن طبعا اعمل كده في صوت الطابلة او ممكن اعمل كده في صوت اي بيز موجود في الاغنية لو فيها ولو اخترت بيانو وبعدين اخترت نفس الاغنية اللي عملناها في المثال السابق اوبن يبتدي ان هو يعمل معالجة للاغنية لفصل صوت البيانو فقط عن الاغنية دي طبعا الاغنية الاساسية وده صوت البيانو فقط تعالوا نسمع كده وده صوت الأغنية بالمغني باللحن ولكن بدهون البيانو أكيدا نكون انتهينا من الفيديو النهاردة أتمنى أن تكونوا استفدتم الفيديو لو عقبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير لأن ده بيسعيدني على تطوير المحتوى دايما للأفضل واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله